اللي عاوز اتكلم فيها برضو بطولة الوامة افريقية بطولة الوامة افريقية السنة دي مختلفة تماما عن كل السنين اللي فاتت معظم الفرق الكبيرة بتودع البطولها بدري بدري وإحنا شوفنا ننجيريا طلعت والجزائر طلعت وهلما من وجه بانطلع وهلما من الفرق كل الفرق الكبيرة بتطلع ده بيدي انذار لقارة الافريقية ان الفرق الصغيرة او الدول بتاعتهم بدأت تهتم بكرة الخدم زي ما قلت لكم احنا سمعنا عن فرق هنا السنة دي وبطولة الامة الافريقية اللي مقامة في الكاميرون اول مرة نسمع عنها وعملت مفاجآت وعملت كرة مفيش احلى من كده طب الفرق الكبيرة فيهين ما انا بقول لكم الجزائر ممكن باعذورهم لان الجزائر عملوا مجهود كبير جدا في بطولة كاس العرب اللي وقيم في قطر وفازت به وهي بطلة الامة الافريقية اللي فاتت فالعيبة مطحونة سواء اللعيبة المحترفين اللي عندهم او اللعيبة اللي هنا وكذلك نانجيريا وعيد على كده كل الفرق البنتخبات الكبيرة والله مش قادرة فانا بقول للتحدي الدول والتحدي الافريقي زبطوا مواعدكم مع بعض الفلوس جننتكم ولا ايه والفلوس دي هتيبقى على حساب مين مع حساب اللعبين هتيجوا بفترة بفترات مش هتلاقوا لعبين ولا هتلاقوا نجوم فحرام عليكم يعني انتوا عاوزين فلوس خدوا فلوس وانت عندكم فلوس بسم الله ما شاء الله ما بقرش عندكم فلوس تكافيكو ملايين السنين انما كل واحد جاي مسؤول عن رئيس الاتحاد الافريقي او رئيس الاتحاد الدولي عاوز يعمل فلوس قد كده على حساب مين على حساب اللعبين اتمنى ان يبقى فيه تنصيق بينهم وبين بعض اشتركوا في القناة